فلهم التاريخ لكن احنا اهل البحرين وهذه المنطقة الولائية ليمتد ولاها من زمن النبي صلى الله عليه وآله منطقتنا والمنطقة الشرقية هذه تاريخ تاريخ ولاة تاريخ توحيد ما مر على اهل البحرين ماذا عبادة للاصلام قط هذا يأخذها حقيقة ما عبد اهل البحرين صنما بينما جيران هم يعبدون الاصلام بل بينما هم لا كانوا موحدين من الاصل ولهذا قعدنا الدير قلالي هذا قلالي وش يعني محل الذي يعبد فيه ماذا القس والدير من دير الراهب وهكذا وإلى الآن مسجد وجامع يسمونه مسجد الراهب وإلى هذا كان في زمن السابق وكان توحيد البعض إذن ما مرت علينا احنا أيها المؤمنون مرحلة من المراحل أننا نعبد اصناما ولكن جيراننا قد يعمدون الاصلام وعمدوا الاصلام ثم جاء الاسلام فأول من آمها وكان من أول ما جاء الاسلام كانت هذه المنطقة محبة لأهل البيت والإمام علي سلام الله عليه بعث الإمام الحسن إلى المنطقة الشرقية الإحساء البحرين الكبرى في ذاك الوقت فتاريخ ولا لهذا نحن نعتني بأمثال هؤلاء وإلا لا تروح الآن لإيران الليلة ماكو ذكر للقاسر عراق ماكو ذكر للقاسر بقية المناطق لكن هاي المنطقة الولاعية تعتني